بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معكم بشير رفاعي من قناة إيسي كرايس للتجارة الإلكترونية وخدمات البزنس أونلاين طيب رح يكون الفيديو اليوم عن طريقة إيقاف عمل أزرار الفارة أو الماوس على عنصر في قائمة وورد برس إذن هيك رح يكون عنوان الفيديو رح نشوف كيف ممكن نعمل هالشي طبعا بالنسبة للقوائم أحيانا بتكون مزعجة طريقة وضع الماوس على قوائم أنا ما بحتاجها لأنه أنقر عليها مع ذلك بيظهر طريقة النقر أو زر النقر فوق هالقوائم هاي أو فوق هالمسميات فكيف ممكن أنا ألغي هالشي رح نشوف إحنا إن شاء الله بالبداية رح أعطي فكرة عن هالمشكلة إذا لاحظوا أنا عندي هون القائمة لو رحت على الموقع فعندي القائمة download, about, contact إلى آخره فعندي قائمة الآب وقائمة البلوك إذن كل قائمة فيهم بيحوي على قوائم فرعية فأنا مو بحاجة إنه تكون القوائم الأساسية اللي هي الآب أو البلوك قابلة للنقر يعني أنا بدي إنها القائمة هاي ألغيها لاحظوا شلون إذا بدي القائمة إنه ألغيها وما يكون في عليها نقر فإذا كبرنا شوي وروحنا شفنا كيف ممكن يتسير الأمور لاحظوا إذن apps أنا بدي ما يظهر معشر الماوس هون ما يظهر إنه هالعنصر هذا قابل للنقر كمان نفس الشي بالنسبة للبلوك بينما باقي العناصر لا أنا بديها لأنه هاي عبارة عن صفحة وحيدة أما هاي عبارة عن قائمة بتحتوي على قوائم أو قائمة فرعية فأنا ما بدي يظهر هالمؤشر الماوس أو النقر وتكون القائمة غير قابلة للنقر ما توديني لأي صفحات رح نشوف كيف ممكن نعمل هالشي طيب بداية نحن منروح على لوحة تحكم الورد بريس الأساسية ومثل ما بتشوفو هون مجموعة من القوائم الموجودة إذن إذا رحنا هون للآخر في عندي قائمة أبيرنس أو المظهر بدخل على أبيرنس وبدخل على مينيو إذن مينيو القوائم وفي عندي القائمة الرئيسية اللي اسمها جنيرال تمام وهاي عناصر القائمة هي قائمة اللي من شوي شفناها إذا اللحظوا أبس بلوكس ومجموعة القوائم إذا منلاحظ مثلا أب هاي القائمة الرئيسية في من ضمنه ثلاث قوائم فرعية إذن ثلاث قوائم فرعية كمان بلوك وفي من ضمنه قوائم فرعية بين مثلا داولود وأباوت وكونتاكت عبارة عن قوائم عادية لا تحوي قوائم فرعية طيب أنا كيف ممكن أنه نحل هالمشكلة ونحاول أنه ما نخلي فيه نقر على هالقوائم بداية أنا إذا بدخل على القائمة أب بهالطريقة طبعا بعطيني الاختصار اللي هو وين بتروح القائمة لما أضغط عليها أو هالعنصر واسم القائمة هون أب طب أنا بحاجة أنه أروح على شيء اسمه هون screen options أو خيارات الشاشة وبختار شيء اسمه css classes من القائمة إذا اخترت css classes إذا لاحظوا ظهرهم بالقائمة أب css classes طيب شو الفكرة كيف ممكن أعمل هالشيء أو أحل هالمشكلة بروح أنا وين المشكلة عندي أو وين هي القوائم اللي ما بدي مؤشر الماوس ينقر عليها أو يظهر أنه رابط مكان رابط أو شيء فعندي الأبس وعندي البلوك بروح أنا بغير الأبس بعطي اسم للcss class بالأبس بسميه أبس مثلا إذن أبس بهالطريقة وكمان بنعطي اسم للبلوك بنفس الطريقة هون إذن البلوك بضغط على الرابط على السهم اللي تحت وكمان بعطي اسم كمان بنسميه بلوكس بهالطريقة طيب أنا خلصت من هالشيء بنزل وبعطيه save menu إذن حفظ القائمة save menu إذن أنا بهالطريقة هاي أعطيت أسماء classات لكل من أبس وبلوكس طيب شو الخطوة الثانية اللي بيقوم فيها الخطوة الثانية هي بروح على إيش اسمه customize كمان بنكبر لنشوف بشكل أوضح إذن customize القائمة الرئيسية بقوائم wordpress بضغط على customize إذن فتت على customize لاحظوا أعطاني مجموعة قوائم بالcustomize وعطاني هون الموقع اللي لعليه إذن لاحظوا هاي القوائم مثل ما ذكرنا لسه عم تنضغط أو بتعطيني مؤشر الماوس للنقر طيب إحنا يجينا على customize من ال customize بنروح على كمان additional css هون إذن code css إضافي نضغط عليها كمان رح نضيف code بسيط جدا كمان رح أتركه برابط الوصف لحل هالمشكلة هاي إذن رح نشوف الكود طبعا موجود عندي رح ننسخ الكود صغر أول الشاشة إذن هاي هون وإحنا منشوف الكود إذن لاحظوا هاي الكود رح أخذ الكود ونعطي copy ومنيجي هون ومنعطي لسق إذن هاي هو الكود الموجود عندنا هون بهالطريقة إذن لاحظوا التعليم الأساسي بالكود إنه pointer events none إنه ما رح يكون فيه أي حدث أثناء وضع مؤشر الماوس على عنصر ماه إذن pointer events none طيب وكيف هنا العنصر أو حددت إنه هو العنصر هو الأبس والبلوكس أنا مثل ما ذكرتهم سميت قائمة البلوكس سميته بكلاس اسمه بلوكس وسميت قائمة أب بكلاس اسمه أب إذا لاحظوا هاي بلوكس وهاي أبس يعني هون بمعنى آخر أنا حطيت كود برمجي نفذ ما داخل هذا الكود للعنصرين بلوكس وأب شو ما داخل هذا الكود ألغي؟ تأثيرات الماوس او اي حدث للماوس اثناء وضع مؤشر الماوس على هالعنصرين طيب انا وضعت الكود بنعطيه بالحالة هاي publish فوق هون اذا نضغط على زر publish كمان بنكبر لنشوف بشكل اوضح اذا لاحظوا زر publish بنضغط عليه بهالطريقة اذا الان انا خزنت ومنجرب منحط مؤشر الماوس اذا لاحظوا مؤشر الماوس الان صار غير فعال على هالعنصرين ولا يؤشر الى اي رابط او لا يفتح بينما هو فعال لاحظوا بس انزل لتحت انا هون اذا او هون اذا هاي مالها رابط القوائم هاي مو محطوط لها رابط فظهر بها الطريقة اذا لاحظوا لبلوكس اذا لما ادخل بحطوا لي شكل اليد للماوس اللي هي الروابط فعالة داولود كمان نفس الشيه بينما الابس اذا الرابط غير فعال بالابس هنا وما ما بينقر او ما بيذهب الى اي صفحة لا اذا بهذه الطريقة نكون حلينا مشكلة النقر فوق او الغاء النقر فوق عنصر ما في الورد في القائمة في الورد ابراس معكم بشير رفاعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته او براكاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة